السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طالبات وطالبات الشهادة السنوية العامة اهلا بكم في هذا الفيديو النهاردة بنرد مجموعة من الارشادات الهامة والضرورية جدا جدا لكم لازم تاخدوا بالكم منها اثناء اداء الامتحان الامتحان الفريد بالنوع اللي اول مرة تمتحنوه النظام يعتبر اول مرة وفريد على كل الطلبة وهو نظام البابلشيت ممكن تكون مذاكر 100% لكن بسبب بعض الاخطاء البسيطة للاسف الشديد لا تحصل على مجموع كويس وتتفاجئ بان درجاتك قلت جدا جدا بسبب موضوع الاخطاء البسيطة اللي انا هنوح لها النهاردة وقول لك خلي بالك من كذا كذا ولازم تعمل كذا وتتجنب كذا عشان مصلحتك خليكم معانا وما تروحوش في اي حلقة لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله خلاص احنا في العد التنازلي والامتحان على الابواب ساعات بسيطة نخش الامتحان يلا بقى خليكم معانا ارشادات لطلاب السنوية العام اكتب بياناتك على البابلشيت وورقة الاسئلة بطريقة صحيحة لازم تكتب البيانات بتاعتك بطريقة دقيقة جدا جدا خلي بالك اسمك ربائي وخلي بالك من الكتابة والخط يبقى منصك ومنظم بيانات الطالب يجب ان تكتب بخط واضح بالالم الجاف البيانات يا شباب بالجاف مش بالرصاص الالم الرصاص ليستخدام اخر في وقت اخر طيب الكود المطبوع على ورقة الاسئلة يجب ان يكون نفس الكود المطبوع على البابلشيت يبقى اول ما تمسك البابلشيت واول ما تمسك ورقة الاسئلة لازم تتأكد ان الكود المطبوع هنا هو هو نفسه اللي مطبوع هنا دي اول خطوة لازم تعملها الامتحان محدود جدا وما فيش وقت للغش يعني ممنوع تضيع وقتك ممنوع تضيع وقتك في الغش اترك الاسئلة الصعبة للاجابة عنها في نهاية الامتحان علشان ما تضيعش وقتك وهنا دور الالم الرصاص تمسك الالم الرصاص في ايديك وانت بتقرس سؤال بالراحة وحاول تفهم تمهل كده في الاجابة ما تتوترش ما تكونش عصبي كن هادي اقرأ بالراحة سمي في الاول هتسيب الاسئلة العويصة شوية اللي انت حس انها ممكن تاخد منك وقت للاخر سيبها ممكن تعملها نقطة بسيطة كده بالالم الرصاص على الرقم بتاع السؤال بحس تبقى ترجع لها تاني في الاخر طيب على الطالب ان يدخل الامتحان بالادوات الاتية لازم يكون معاك ايه وين تراح الامتحان لازم يكون معاك الام رصاص وبراية ومسطرة يفضل تكون المسطرة متكونش شفافة اوكي؟ علشان بس ما تطلق بطش طيب استيكا وقلم جاف ازرق او سود ما فيش مشكلة اه لا حسب عمليات الحسابية طيب الكل يبيت تسأل دلوقتي ما هي انسب طريقة لحل البابلشيت على اساس على اساس ان ده نظام جديد اول مرة تقبلوه يا ترى ايه احسن وانسب طريقة للحل في البابلشيت اول حاجة يا شباب لازم تقرأ السؤال بعناية شديدة بالراحة وانت بتقرأ السؤال وحاول تركز وتفهمه طيب فكر في السؤال جيدا وحدد اجابتك من خلال الاربع اختيارات اللي قدامك ولازم تخلي بالك هنا السؤال واحد مع النقطة واحدة في البابلشيت خلي بالك وامسك المسطرة وحدد اجابتك اجابة السؤال الاول مثلا ايه يبقى تعمل هنا ايه يبقى ركز كده عينك واحد معاها ايه اتنين معاها مثلا سي خلي بالك يعني او الف وبيه وجيم يعني على حسب يعني فدي حاجات فيه منتهى الاهمية طيب برضو بعد كده لابد ان يكون تظليل الاجابة واضح لما تيجي تظليل الاجابة في البابلشيت يريتك تستخدم التظليل بالقلم الرصاص ما تظللش بالجاف لا ظلل بالرصاص الاول هتقول لي ليه اقولك زي ما انت فاهم كده عشان لو حبيت تغير الاجابة اوكي يبقى سهل عليك مسح هذا الرصاص لو انت اكتشفت ان اجابتك غلص لازم ساعتها تستخدم الاستيكة ماشي وتروح مسح التظليل اللي انت عامله بس ايه امسح برفق كده وبالراحة عشان ما تقطعش الورقة بعدها بقى اظلل الاجابة الصحيحة بتاعتك طيب افوض انك انت محتور بين ايجابتين خليها بالقلم والرصاص كده واعمل علامة جنب رقم السؤال بحيث انك في الاخر تبقى ترجع عليها تاني اوكي انت شاكك مثلا في الف وباء اوكي اعمل نقطة عند الالف ونقطة عند الباء كده سواء جوة خليك في جوة الدايرة بالرصاص بحيث ايه هتبقى ترجع عليها بعد كده لغاية ما تتأكد وتروح مزلل التزليل النهائي بتاعك طيب بعد ما تتأكد من حل الاجابات المكتوبة كلها بالرصاص بشكل صحيح يلا بقى ايه تعيد هذا التزليل بالقلم الجاف ما تقولش امسح الرصاص واعمل عليه جاف لا خلي القلم الجاف عادي على الرصاص اللي انت عامله ما فيش مشكلة بس اوعى بس ايه التزليل ده يطبع في ايدك ويطبع في الورقة يومي يخلي ايه الورقة كده محبارة يعني خلي بالك طيب ياريت برضو في حاجة اسمها انك هتزليل الاجابة تزليل الاجابة لابد ان يكون في مركز الدايرة اه دي طبعا الحمد لله فيديوهات كتير قالت الكلام ده ووضحته ليكم وانتوا كده عارفينه لما تجي تزليل زلل املة الدايرة كلها ما تخرجش برا الدايرة في التزليل بتاعك ما تعملش التزليل نص الدائرة او تلات تربع الدائرة او تعمل على ما تصح جوه ايه الدائرة لا 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 لازم تزلل الدائرة كاملة في الاطار بتاعها ماشي بحيث تكون الدائرة ممتلئة تماما وليس تزليلا اه لجانب واحد من الدائرة زي ما احنا ايه لسه موضحين دلوقتي احذر تزليل اكثر من اجابة لنفس السؤال خلي بالك النقطة دي قوي ما تجيش عند رقم واحد وروح مزلللي الف وباء او ايه و سي او ايه و دي لا هي اجابة واحدة بس اللي بتتزلل لان ذلك يعرضك لخسارة الدرجة ايش دوابقا بالكلام اللي تقال قبل كده اعمل علامة اكس وزلل واحدة تانية او لا لا اعملكش دوابقا بكلام ده هي اجابة واحدة بس اجابة واحدة بس مش اجابتين كده هتكون خلصت كل اللي عليك ربنا معاكم ربنا يوفقكم ربنا يكتب لكم النجاح ان شاء الله و ما تلاقوش من حاجة دايما حطوا نصب عينيك المقدر والمكتوب لك عند ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هتشوفه بإذن الله ومش هتنقص عن اللي ربنا كاتبهولك ومش هتزيد عن اللي ربنا كاتبهولك انت بطلوب منك بس الاجتهاد وربنا سبحانه وتعالى سكتمانا ما بيضيعش تعب حد خالص و ان ما اخطأك لم يكن ليصيبك وما اصابك لم يكن ليخطئك فخلي بالك وربنا معاك وتسلح بسلاح الايمان دايما مش عايز اطول عليكو اكتر من كده فضلا وليس عمرا ياريت يا جماعة ما تنسوش عمل لايك للفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل جرسها لكل حتى يصلكم مننا كل جديد وعمل شير للفيديو لأصدقائكم وصحابكم وإحبابكم حتى تعم الفائدة عشان يسلكم بقى تروحوا ايه تذكروا والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته دمتم في رعاية الله وامنه وعنايته